الآن مشاهدين معاد موجز الأخبار مع فاطيمة اتفضل يا فاطيمة شكرا لك شازلي التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينيش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة العقبة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن والشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ضبي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الدول الأربع في جميع المجالات خاصة التجارية والاقتصادية فضلا عن تبادل وجهة النظر ورؤى حول مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية على المستوى الإقلمي والدولي خاصة ما يتعلق بمواجهة تدعيات وأثار ظروف العالمية الحالية على قطعات الأمن الغذائي والتاقة والتجارة وذلك على النحو الذي يحافظ على الاستقرار الإقلمي وأمن المنطقة أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال الاتصال تضامن مصر الكامل مع السعودية حكومة وشعبا في التصدي لكل المحاولات الساعية للنيل من استقرار المملكة والخليج بوجه عام كما شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على الارتباط الوثيقي بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين أعلن التحالف العربي بدأ عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أن الطاقة مشيرا إلى تنفيذ دربات جوية لمصادر التهديد بصنعاء والحديدة باليمن وقال التحالف العربي إن الهدف من العملية هو حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد كما أكد ممارسته أعلى معايير درجات ضبط النفس لهجمات قوات الحوثي على المنشآت النفطية داعيا المدنيين لعدم التواجد أو الاقتراب من أي موقع أو منشآت النفطية بالحديدة هذا وأعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير طائرتين مسايرتين بالأجواء اليمنية اطلقتا باتجاه السعودية مشيرا إلى أن الطائرتين انطلقتا من أعيان مدنية ومنشآت النفطية بمدينة الحديدة أدانت جمعة الدول العربية بأشد العبارات الهجمات التي شنتها قوات الحوثي على منشآت النفط والبنية التحتية في السعودية وقال الأمين العام لجمعة الدول العربية أحمد أبو الغيت إن استمرار قوات الحوثي في إطلاق طائرات مسايرة باتجاه المنطقة الجنوبية بمملكة عمل إرهابي خطير ينطوي على تهديد جسيم للأمن في المنطقة ولإمدادات الطاقة في وقت يمر به الاقتصاد الدولي بظرف دقيق أدان البرلمان العربي بشدة استهداف قوات الحوثي محطة توزيع المنتجات البترولية بالسعودية وأكد البرلمان العربي أن استمرار هجمات قوات الحوثي تجاه المملكة العربية السعودية واستهداف محطات توزيع المنتجات البترولية يعد عملا إرهابيا يستهدف منشآت حيوية والمساسة بواحدة من أهم السلع الاستراتيجية للعالم ما يستوجب موقفا دوليا حازما للتصدي للأعمال الإرهابية قال الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أنه يسعى لإجراء المزيد من المحادثات مع رئيس روسي بلاديمير بوتين في غضون اليومين أو الأيام الثلاثة مقبلة بشأن الوضع في أوكرينيا ومبادرة لمساعدة السكان على مغادرة مدينة ماريو بول المحاصرة وقال ماكرون أنه ناقش مع رئيس بلدية ماريو بول الوضع في المدينة مشيرا إلى وجود تنسيق للجهود من أجل إقناع روسيا بالسماح بالإجلاء قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي أنه يعتزم إجراء محادثات مع رئيس روسي بلاديمير بوتين حول الأزمة في أوكرينيا وفي مؤتمر صحفي ببروكسيل أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن أمله فأن تقبل روسيا الجلوسة إلى طاولة المفاوضات قبل تدمير أوكرينيا تماما على حد وصفه مشيرا إلى أن أفضل طريقة لإظهار الرغبة في السلام هي وقف الأعمال القطالية والجلوس إلى طاولة المفاوضات حقق المنتخب الوطني لكرة القدم فوزا على نظره السنغالي بهدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما باستاذ القهر الدولي في ذهاب دور الحاسم لتصفية كأس العالم جاء الشوط الأول سريعا وقويا وضغط المنتخب المصري في البداية لإحراز هدف مبكر وهو ما تحقق من بينية عمر السلية إلى محمد صلاح الذي سدد بقوة في مرمى السنغال لترتد من العرضة في قدم ساليو سيسي لتتحول في مرمى مندي حارس السنغال وأقيمت المباراة على استاذ القهر الدولي في حضور أكثر من 60 ألف متفرج ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في السنغال يوم الثلاثاء المقبل نهاية مجلسة تسيعمة تلفزيون المصرية عودة مرة أخرى لاستكمال ما تبقى من فقرات صباح الخير يا مصر لكن بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر